ازاي تقفل سؤال الادب في امتحان سنوية عامة قلنا اولا تحل الادب بعد النحو بعد ما خلص النحو وخش في الادب ثانيا لازم تكون حافظ قعدتين مهمين جدا اول قعدة اهم مميزات كل مدرسة من المدارس طيب الكلاسيكية ايه اهم مميزاتها مشكلات الاغراض المناسبة مشكلات الاغراض المناسبة يعني ايه يعني حل مشكلات المجتمع تعدد الاغراض انتشار المناسبات وعدم موجودة ذاتية لو جارج اختيار في اي سؤال الكلاسيكي هو واحدة من دول اللي انت عتجيبه على طول الرومانتيكية انا مثل اعلى لا مناسبات دايما الرومانتيكية بتكلمه على ثلاث حاجات دايما نتكلم على نفسه ويفخر بذاته يقول انا وتاني حاجة دايما نتكلم عن مصر العلي زي الحرية والحق والعدل والمساوية تالت حاجة يتكلم على سوء وخطأ تتبع المناسبة طب الديوان عندهم خاصتين هم اللي بيميزوهم عن كل المدارس الزهنية والصدام يعني ايه الزهنية والصدام يعني وضوح الجانب الفكري والزهني على العاطفي تاني حاجة وجود صدام بينهم وبين المجتمع لان الشعر عندهم تعبير عن النفس الانسانية فدايما بيتصدموا مع المجتمع طيب ابوله ابوله لها ثلاث حاجات مهمة جدا الحنين لغة اجنبية الحنين لغة اجنبية يعني ايه يعني الحنين للوطن لغة استخدام اللغة استخداما جديدا زلعة القمر اجنبية استخدام كلمات اجنبية طب المهاجر بقى المهاجر لها خمس صفات الحنين يصور روح الرمز الخطأ الحنين يصور روح الرمز الخطأ الحنين الجارف الى مواطن الزكريات يبقى ابوله والمهجر اللي اتنين عندهم غربة وحنين ولكن ابوله عندهم حنين بس المهاجر عندهم حنين جارف الى مواطن الزكريات ليه لأنهم راحوا أمريكا وجدوا المادية هناك فضمروا نفسيا بسبب عدم موجود أي مشاعر في أمريكا طيب يصور يبقى تتابع الصور الخالية روح يبقى النزع الروحية الرمز استخدام الرمز والقصة الخطأ قسرة الأخطاء اللغوية يبقى الكلاسيكية مشكلات الأغراض المناسبة الرومانتكية أنا مثل أعلى لا مناسبات الديوان الذهنية والصدام أقول له الحنين لغة أجنبية المهجر الحنين يصور روح الرمز الخطأ قاعدة تانية لازم أعرف مدارس الشعراء طب إيه أشهر مدارس الشعراء بتوع الإحياء والبعث الإحياء والبعث الشعراء بتوحهم ثلاث أنواع الشعراء اتعلون برودي بالمشافهة زي شوقي وحافظ إبراهيم وعبد المحسن القاظمي وشعراء اتعلموا بالمرسلة وعلي أحمد بكثير طيب إحنا كده أخدنا أهم قاعدتين اللي عشغلوا لنا الأدب كله دي أفكار اللي امتحنات دي أفكار اللي امتحنات طيب أعوزي بأن حل أمثلة واقعية في امتحنا 2021 بيقول لي استندك في ضوء فهمك للأبيات كيف التفت الإحيائيون إلى موضعات قصائدهم إلى ثقافة العصر فهو جايب لأبيات هنا بتاعته الزهاوي طيب يقول لك ثقافة العصر ظهرت لأنه هو زكر عاصمة عربية لا طبعا دي مش ثقافة العاصمة العربية موجودة من أيام الدولة العباسية لحد النهاردة طيب تناولت الأبيات فكرة الاغتراب غلط الاغتراب من خصائص أبوله والمهجر بس أبوله حنين بس المهجر حنين جارف طيب وجهت الأبيات الأنظار إلى خلل من قيم في قيم المجتمع هاي وده لأن احنا قلنا كلمة السر في الكلاسيكية ثلاث حاجات مشكلات الأغراض المناسبة مشكلات الأغراض المناسبة فالتصادم بيان مشكلات المجتمع ده من أهم خصائصهم اللي احنا حفظنا طب وجهت القصيدة خروج الجماهير وراء العجوز وتجمعهم حوله ما ممكن يتجمعوا حوله عشان حبينه وممكن يكونوا كرهينه مش واضح نهم اتخرجوا ليه لا وده مش من الثلاث كلمات بتوع الكلاسيكية دايما بدأ يمسأل على الأخيين عا تحتاج واحدة من الثلاثة المشكلات أغراض مناسبة المشكلات لأغراض المناسبة للأغراض المناسبة طيب السؤال ده سؤال رقم تسعة في امتحان 2021 أدوي سنوية عامة سؤال رقم عشرة قال حفظ إبراهيم إني أرى فقراءكم في حاجة لو تعلمون لقائل فعيل بيقول لي إيه السمى اللي بتتطفق في البيتين دول مع أبياد جميل صدق الزهاوي اللي بيتكلم أن الناس بتجروا على الحق وبترفضوا نبص على الخصائص أنا بداية متكلمتي في الكلاسيكية أدور على ثلاثة المشكلات لأغراض المناسبة المشكلات للأغراض المناسبة نمسك أول واحدة التعبير عن مأساة العصر مش مشكلات المجتمع مأساة العصر تبتتكلم في مأساة عصر دي مدرسة جديدة على طول لنما ستة فعيل طيب رصد انفعالات النفس البشرية تجاه المستعمل انفعالات النفس البشرية دي أبوله على طول طب الاهتمام بتقليد القدماء في بدل قصائدهم بالغازة الأيوة دي مكلاسيكية بس لما موجودة عند حفظ في البيتين دول ولا موجودة عند الزهاوي طب رصد مشكلات المجتمع هي دي كلمة السر بقى بتاعتنا والدعوة إلى إصلاح المجتمع هي دي الكلام الصح المزبوط طيب السؤال رقم 11 سنوية عام 2021 أدبي بيقول يا حبيبا ما لي سواه حبيبه وبه كان من صبايا هيامي أنت لو لم تكن أليف شبابي لم تطب لي نظرة الأيام بيقول إيه استنتج السما من سماة الرومانتيكية في هذا الموضوع قلنا سماة الرومانتيكية تلاتة أنا مثل أعلى لا مناسبات دي أهم ثلاث كلمات في الايه في الرومانتيكية طيب فأول سؤال يقول لك الاعتزال بوعيه الاجتماعي في تعامله مع الآخرين هل الراجل ده اعتزل الناس كلها وقال أنا عاسمي الناس لو بوعيه الاجتماعي ده تجربة اللي قدامنا دي تجربة ذاتية مش تجربة عامة لو هنا خدنا الاختيار الأول اللي معناها أنها تجربة عامة والرومانتيكيين ما اعتزلوش الوعي الاجتماعي ولو اعتزلوا بعضهم في الأبيض في شيء اعتزال التعبير عن تجربة ذاتية في هوى محبوبته هو ده الصحبة تعبير عن هو بيتكلم دايما على أنا أنا مثل أعلى فدايما بيتكلم على نفسه بيعتزب نفسه فدايما تجربة تجربة ذاتية التطلع للموسل العليا والتمسك بالمبادئ العظمة ماشي ده من سمات رومانتيكية أنا مثل أعلى بس في مشكلة مش موجودين في الأبيض لابد بيكونوا أحدها حاببته الاهتمام بالطبيعة وجمالها ماشي ده من سمات رومانتيكية ولكن برضو مش موجودة في الأبيض يبقى جاب لي تلاتة محتملين بس واحد موجود في الأبيض واتنين مش موجودين في الأبيض السؤال رقم 12 في الأدب في امتحان 2021 بيقول قال محمود عماد إنما اليوم مثل أمسي وأمس كأن كان كاليومي صبحة ومساء بيقول لي بين السمة من سمات شعراء الديوان قلنا الديوان زهنية وصدام مع المجتمع زهنية أدت لصدام مع المجتمع زهنية يعني غلبة الزهن على عاطفة وقدت لصدام على المجتمع طيب تنوع وتتابع الصور البانية تنوع وتتابع الصور بانه ده شعراء المهجر أنت لو فاكر المهجر قلنا كلمة السر الحنين يصور المهجر الحنين يصور تتابع الصور دي موجودة في المهجر طيب حاجة تانية يبقى أول واحدة ما تنفعش تانية واحدة طغيان النزعة الروحية النزعة الروحية دي موجودة في المهجر برضك الحنين يصور روح الرمز الخطأ روح يبقى دي النزعة الروحية موجودة في المهجر وأنا بتكلم على محمود عماد اللي هو من تلميذ البرودي من تلميذ العقاط يعني مرسة ذهنية فهو اللي عندي حاجتين لازم ألاقيهم يا ذهنية يصلم على المجتمع غلبة الجانب الزهني على وجداني هي دي اللي أنا طريبها بالضبط آخر حاجة استعمال الألفاظ استعمال جديدا ده عند أبوله أبوله عندهم استعمال الألفاظ الحنين لغة أجنبية الحنين لغة يعني استخدام اللغة استخداما جديدا والحنين إلى المواطن الزكريات وأجنبية ليستخدام كلمات الأجنبية السؤال الخامس أدب وده آخر سؤال في الأدب اللي جا في امتحان 2021 أدبي لكي بيكلم حبيبته واحد اسمه إلياس أبو شبكة بيكلم حبيبته بيقول لكي عندي وصية فاحفظيها هي بعد المماتي أنت نسيني بيقول لحبيبته بعد ما موت نسيني ما تضعيش عملك ورايا طيب إلى أي مدى تؤكد سمة التأمل في حقائق الكون والحياة لدى شعراء المهجر بيقول الأبياء دي فيها تأمل لحقائق الحياة طيب إلى أي مدى بقى حطت الاختيارات قالت بيهجيم دي أول حاجة أظهر الشعر حبه للطبيعة غلط على طول هو ما كانش بيحب الطبيعة هو بيحب حبيبته بيقول لها ما موت ما ما ضعيتش علي طيب تصادمت أمال الشعر وطموحاته مع واقعه تصادمت أمال الشعر الشعر عمنا تصمده دمت شو لاحق ده هو الراجل بيموت بيقول لحبيبته ما فيه الصداب أول ما تلاقي تصادمت بديوان على طول ايه ديوان على طول والهنا وإلياس أبو شبكة ده مش مديوان طيب أدرك الشعر حقيقة ما هو مقبل عليه فأشفق على محبوبته وواساها هو ده المضموط إنه هو التأمل في حقائق الكون حقائق الكون أظهرت لأبيات رغبة الشعر في الاهتمام بأهلي هو ما تكلمش على أهله أصلا هو تكلم على نفسه وبيقول لحبيبته ما تضيعيش عمرك عشان كده خلصنا سؤال الأدب اللي هو المرحلة التانية من بعد كده هنخش في الخطوة التالتة اللي هي أسحل سؤال البلاغ زقملاحي